بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وزملاء المحامين أحب أسجل احترامي وتقديري لدعوة المحامين الشباب الأسكندرية في هذا اللقاء الحواري المفتوح المتاح وسعيد أكثر بإصرار محامين الشباب على أن يعقدوا هذا اللقاء بإدارتهم وبانفرادهم أيضا بهذه الإدارة حتى أني طلبت من كل زملائي وأصدقائي في مجلس النقابة في شرق وغرب أن يأتوا معي ضيوفا على هؤلاء الشباب وقد امتسلوا جميعا وحضرنا جميعا ضيوف عليكم الأمر الآخر أن أنا بأسجل أن هذا اللقاء أزعج البعض أزعج بعض المهتمين بالشأن العام لماذا يلتقي نقيب المحامين بمحامين الشباب؟ ليه؟ والحقيقة سؤال مستفز لأن المفروض أنه نقيب المحامين يقابل كل المحامين سواء كان الشيوخ أو شبانه ممكن يلقوا الشبان ما بتتحش لهم فرصة الانفراد بتقديم ملديهم نتيجة تقدمهم لأسادتهم أو تقدم أسادتهم عليهم في الحوارات أو في اللقاءات فلماذا لا نخصص لهم يوما أو بعض يوما من أجل أن نتحدث ونتحاول أمر آخر أنه فيه كثير من المشكلات اللي احنا نقر بيها أنه فيه حالة صحوة نقابية أنا ألحظها في الأجال الشابة في اهتمامهم وحرصهم على المحامة وعلى تقاليدها وعلى قيمة المحامة اللي انتسبوا إليه وده أمر اللي احنا كنا بنفتقده لسنوات طويلة فات الإحساس بالمحامة والإيمان بها كرسالة ده شيء أنا لحظته في هذا الجيل لو أنتوا لحظتوا عنوين هذه التكتلات أو هذه التجمعات تجدوا كلها عنوين تتحدث عن مضمون المحامة واستقلالها حتى عنوان المحامين بلا قيود رغم أنه أنا شخصيا متحفظ عليه لأنه ليس حاجة اسمها بلا قيود بلا قيود قد تكون مستقلا هذا بلا قيد أو شرط الاستقلال في المحامة بلا قيد أو شرط أن تؤدي ما تريد أن تختار قضايات أن تعبر عضائك بما تشاء لكن المحامة قيود قيود ضوابط وقيم وتقاليد وتراث وأعرف ورثناها من أجيال سابقة المحامة مجموعة متراكمة من القيم إحنا كلنا بنمارسها بالوراثة وبنمارسها بالحب وبالإيمان بها وبأداءها حرصي أيضا على هذا اللقاء جعلني أتحفظ من محاولة حضور مكسف للمحامين الكبار حتى لا نزحمهم فنخصص لباقي المحامين وأنا مستعد لهذا ولقاءة مفتوحة أخرى في أي يوم من أيام الأسبوع في أي يوم من أيام الشهر في أي يوم من أيام السنة بلا قيد ولا وبلا أيضا أي شروط حتى أن القائمين على المعهد المحامة نزلوا إعلان قالوا أن المعهد المحامة تأجل من الاتنين للخميس كأنها دعوة لإجبار أعضاء معهد المحامة على حضور اللقاء أنا رفضت هذه القيمة قيمة الإجبارية ما ينفعش نجبر حد يجي في لقاء مفتوح أصلا لقاء مفتوح أصلا نحن ندعو فيه إلى حرية الحوار إذا كنا مؤمنين بحرية الحوار فأيضا حرية الاختيار أجي أو ما جيش أنا حر فتم تعديل الإعلان وتم التوجيه إلى أنه اللقاء مفتوح لمن يريد أن يحصل على دعوة ويشارك فيها لكن ما فيش ارتزام معهد المحامة أنه لازم يحضر اللقاء اللي فيه نقيب وإلا أنه يزيف حضور غير حقيقي ومنضع شكلا غير مقبول أنا لا أقبله على اللقاءتنا وعلى مصدقيتها أنا عايز الشباب اللي حريص على أنه يتحاور أهلا بي مهما كان عادده أنا مستعد دعوة حتى مع خمس محامين واجي لهم من آخر الدنيا إما أن يقنعوني بما يريد وإما أن يقنعهم بما أريد دي رسالتي وده وده قناعتي فالقضية ليست قضية أعداد ولا قضية حشود ولا قضية انتقاء وإنما قضية إيمان مشترك برسالة المحامة وبقيمة المحامة الحقيقة أيضا حد بيقول لي ده فيه حد هيبعد حد يبوز اللقاء أنا قلت له ما فيش محامي محترم يقبل أن يكون أدا فيه حد علشان يبوز اللقاء محترم للمحامين لا أظن أنه في محامي ممكن يقدم على هذا الأمر لأنه مؤمن أنه محامين الأسكندرية الشرفة لن يقبلوا من يريد أن يفسد عليهم لقاء متاح لجميع الحضور متاح لمن يريد متاح لمن يريد أن يشارك ومن يريد أن يعمل ولذلك أؤكد على حضراتكم أن هذا لا يزعجني أيضا حتى لو حدث حتى لو حدث ولو حدث من أي متدخل يريد أن يفسد اللقاء أرجوك لا تتدخل أرجوك لا تنزعجوا ثموني أتعامل مع هذه الحالة هذه القضية أنا أجيد التعامل فيها من زمن طويل أنا أتعامل مع كل الأجيال وكل الشرائح أيضا وكل الحالات الانتخابية والحالات النقابية والحالات النفسية كل هذا أنا متعامل معه ومدركه كويس لكن أنا واصخ تماما في أنه جميع الحضور في هذا اللقاء حضور محترم لا يمكن إلا أن يحافظ على هذا اللقاء المحترم حقيقة أنت فتحتوا موضوعات في غاية الأهمية وأيضا في غاية التفصيل إذا أنتم أردتم أن تتحدثوا عن تفصيلات ما يجري في الأسكندرية فأنا أشارككم في توجيه هذا الأمر لنقابة الفرعيات وأنشدكم أنتم تعتقدوا اللقاء أو أكثر مع النقابة الفرعيات سواء في غرب أو في شارع علشان يبقى التواصل أكثر لكن بالقطع أنا مع النقابة الفرعية ومسؤول معها على وضع حلول لكل أو لأغلب هذه المشكلات بالقدر الذي نستطيع أنه قديه سواء كانت مشكلة أسنصرات أو كانت مشكلة غرف غير مجهزة أو كانت مشكلة ضيق بعض مسائل زي الشهر العقاري وعدم وجوده زي تفصيلات أيضا العمل اليومي في المحاكم يخونا نحن مش مطلوب من المحام أنه يقف قدام غرفة النيابة علشان يستنى أن يعطف عليه وكيل النيابة بالحضور أو يسيبه وسط المرة أو وسط المجتمع نحن حلنا هذا في كتاب دوري صدر منذ المرحوم النياب العام هشان بركاته الله يرحمه وضعنا في هذا البروتوكول نظام نحن قلنا النقابات تتولى ندب أحد المحامين أو الموظفين ليتعامل مع طلبات المحامين يأخذها من المحامين في غرفة المحامين ويطلحها النيابة والنيابة تخلصها وتقدمها لموظفها المتاح ليقدمها لمندوب المحامين فيعدها إلى غرفة المحامين تاني فتتوزر المحامي أعزل باشا في مكانه لكن مش مطلوب أبدا أن المحامي يقف ويطلطع على الباب تحت أي شكل من الأشكال ولا أنا أقبله حتى لو كان العمل اليوم بيقبر بعض المحامين عنهم يفعلوا ذلك علينا أن نحن نتمسك بالضابط أنا أقول للنقابتين الفرعيتين أرجوكم نفذوا هذا التوجيه المتعلق بمندوبين التسليم لمطالبات المحامين للنيابات المختلفة طبقاً لكتاب الدور المتفق فيه مع النيابة العامة المحامي اللي عايز يترافع في طلبه ما فيش مهنع أنه يحضر بس يبقى فيه محامي واحد أو اثنين أو تلاتة على عموم القضايا المتاحة أو المطروحة وبالتالي مش هيبقى فيه إحساس لا بالتزاحم ولا بالضيق ولا أيضاً نقبل على المحامين الدنيا ولا أن يقبلوا هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف إذا هناك تعند غير قابل للرفع أو للتصحيح على المستوى المحلي أنا مستعد أتلقى أي شكوى من حضراتكم أو من النقابة المختصة لنقدمها للنائب العامة لنظر عليها حال ما فيش حاجة مليهاش حال وما فيش حد هيجبر المحامين على أنه هم يكونوا أقل شأناً لا من القضاة ولا من النيابة مهما كان التمن ومهما كانت التبعات بس انصعد صح بس انتعامل صح ده يسري على النيابة يسري على الشرطة أنتوا حضراتكم شفتوا حدثة المحلة المحلة فيها محامي تم الاحتضاء عليه مش تم الاحتضاء عليه باعتباره محامي إنه ما تم الاحتضاء عليه في الشهر وأصيب إيه اللي حصل انضباط المحامين واستفافهم مع النقابة الفرعية والنقابة العامة أتح لنا فرصة نحن ناخد حقنا ناخد حقنا ازاي يتوقف الظابط فوراً عن العمل يقدم للنيابة في ذات اليوم يحبس أربعة في خمستاشر في خمستاشر في خمستاشر تلت قضاء تلت ضباط حاولوا إنهم يستفزوا المحامين بالنشر السيء والاستعداء اتوقفوا اتوقفوا عن العمل ليه؟ لأنه كان المحامين منضبطين لأن احنا أصلا محترمين الإنسان المحترم يبر الآخرين على احترامه وانت علشان تبقى محترم بحق لازم تحترم الصغير قبل كبير انت كمحامي اذا اردت ان يحترم كل الناس عليك ان تحترم من اول الساعي لغاية اخر مسؤول في المحكمة انما اذا قصرت احترامك على الضابط بس وعلى الباشا القاضي بس وعلى المكيل النيابة بس تبقى منافق ما تبقى اشها ما تبقى اشها محترم وانا اربع باي محامي ان يكون في هذا المستوى نتعامل باحترام من يسيء الادب ضدنا ناخد من ضد الاجراء من يعتدي علينا نرد الاعتداء بس نرد الاعتداء بما هو متح لدينا من امكانيات مش باستخدام القوة المتبادلة الا اذا اضطرت لها الدفاع عن نفسك عن حياتك عن امر دي امور استثنائية لكن في الاصل تعرضت الاعتداء نقدم المذكرة ونقدم البلاغ لغاية ما ناخد حقنا النهاردة اهل الضابط بيدوروا على المحامي علشان يتنازل علشان يتصالح علشان يقبل اعتذارهم رغم ان انا شايف ان كل الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الداخلية مع الضابط لصالح المحامين اعتذار واعتذار محترم لو احنا قدرنا نعمم هذه التجربة المتكاملة في المصداقية بالقطع بالقطع مش يقب عندنا مشاكل كثيرة لكن لازم تبقى واخدين باركوا كويس انا ما عنديش آلية اضبط فيها سلوك الناس كلها ما فيش قانون في الدنيا بيحجم سلوك المجتمع قبل ان يقع الفعل وإلا القوانين اللي موجودة دي بتجرم السرقة وبتجرم القاتل وبتجرم النصب وبتجرم كل حاج لكن ده بيحدث كل يوم بيحدث كل يوم ولا ما بيحدثش بيحدث كل يوم التجاوز في حق المحامي او من المحامي ايضا هيحدث كل يوم بس كيف نتعامل معها هي دي الطريق هي كيف نواجه كيف نواجه هذه الازمة وكيف ندير هذه الازمة من اجل الخروج باقل الخسائر الممكنة وايضا بما يحافظ على كرامة المحامي وكرامة كل الاطراف المعنية في هذا الامر لانه ايضا مش مطلوب للمحامي نخش يشت ولا يزعع للزباط في مكانه طيب هيرد علي وانت لو تجاوزت ما هو هتجاوز لماذا نبدأ بالتجاوز انا بقول لحضراتكو وكنت بقول له دايما القانون مدينا احنا صلاحياتنا فيما نملكه من ادوات الورقة والقلم والشكوى والبلاغ والمرافعة والمذكرة القاضي عنده سلطة قضائية بيحكم الضابط سلطة تنفيذية بينفذ وبيحمل محضر رسمي بيتمتع بمصداقية يصعب انك تنفيها الا بالتزوير اذا وانت بتدرك الصراع كده عليك لا تخع تقدم نفسك فريسة سهلة له كقاضي فينفذ عليك قضاءه او او تقوم بعمل تنفيذي تجعل الضابط ينفذ عليك ايضا بطريقة ينتصر بها عليك فتنهزم في كل المعارك لا انا مش مش مطلوب مننا الانفعال الغير واعي اللي خرجنا عن قدرتنا واللي ايضا يعرضنا لمشكلات تضيع كل اللي احنا عايزين نحافظ عليها مش مطلوب من المحامي ان يضع نفسه في موضع رغيبة ولا في موضع الشكل ولا في موضع يقلل من قيمته زي ما بقول دايما ما ينفعش المحامي يروح اسم الشرطة بتشيرته واميس وبنطلون او تنينج سود ويقول انا محامي ما ينفعش ما حدش هيحترمك ما ينفعش انك تروح في احد المرات محامي في كمين كان سكران وفقد وعيه هو وضع نفسه في موضع لا يستحق عليه الاحترام ولا حتى الحماية لكن في نفس الوقت مطلوب مننا كلنا ان احنا ندرأ عن انفسنا ان نكون في هذه المواضع التي تضعفنا امام الاخرين وتفقدنا ايضا مصدقية الدفاع حتى عن النفس وده 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 تفصيلات احنا حلناها مع الداخلية وتراخد زي فكرة البروتوكول اللي احنا عملناه في انه المحامي اذا له طلب قانوني بيروح اه يروح للمأمور وقول انا اريد اعمل في الطلبة فلان والمأمور ملزم هنا بالتعامل معه واحنا وصلنا في البروتوكول الى انه اتفقنا على لقاءات متكررة بين مدير الامن وضباط الاقسام وبين النقابة الفرعية واعضاء النقابات الفرعية للأسف شديد هذه القضية لم تنفس الا مرة او مرتين وانتهى الامر انا بطلب من كل النقابات ان تواصل هذا العمل وان تتواصل مع مديرات الامن علشان تعمل لقاءات دورية اللقاءات دورية تعمل ايه يعني بتعمل ان احنا بنحل مشاكل بعض شكوى المحامين في الدخيلة من الضابط الفلاني بتتقدم في اللقاء ده فيه ضابط بتجاوز او بيتهور او بيعني صوته او بيهين الناس او بيعمل كذا او بيعمل كذا يتنبع عليه من المدير الامن فيه محامي في المنطقة الفلانية بيتجاوز وبيعمل كذا وبيعمل كذا فنروح للمحامي ونمنعه او نساعده على انه لا يخطئ ولا يتجاوز في حق الناس اللقاءات الودية المتكررة بتنقل العلاقة الودية المحترمة وكالعدوى الحميدة لكي يعني تعايش كل الاطراف مع بعض يخونا احنا احنا مش مش في معارك حربية احنا كلنا احنا عايزين نشتغل في المحامات بس عايزين نشتغل باحترام علشان الناس تحترمنا لازم احنا نحترم الناس واذا حد تجاوز علينا ناخد حقنا ناخد حقنا بالادوات المتاحة قانونا مش بغير الادوات القانونية والا عايز يخرج نفسه من سياق القانون ما يسألش النقابة تبقى فيه ما تسألش النقابة هتتتعامل ازاي مدون تريد ان تخرج عن القانون وان تتعامل بلا ضوابط وبلا قواعد لكن احنا مساعدين كنقابة ان نساندك وان نقف بجوارك في كل معركة حتى تصل الى النتيجة الحميدة او النتيجة المرجوة في الخلاص وفي الخروج من هذه المآزق نفعل بورتوكول الشرطة مرة اخرى وانا هفعل هذا مش مع نقابة الاسكندرية فقط ولكن مع كل نقابة الفرعية المختلفة هنفعل البرتوكول المتعلق في العلاقات بين النيابة العامة وبين المحامين في التواصل وفي تقديم الطلبات وبدل ما تبقى حالة حالة فردية او وقوف فردي نقدر ننظم المسألة بشكل محترم نعف المحامي من ان يكون محلي اهانة او في موضع يمكن ان يهان فيه او يقلل عدم حبس المحامي انا فهمت انه بيتكلم عن المواد تسعة اربعين وخمسين واحد وخمسين انما عدم حبس المحامي في ايه جنحة مفيش كلام ده مفيش حد ده ما بتحبسش في القانون رؤساء الجمهورية بتتحبس لكن اذا انت اردت ان تتحدث عن ضمانات المحامي اه احنا حطين ضمانات في الفين وتمانية وفي الفين وتسعة تمنع القبض على المحامي او احتجازه او حبسه في جرائم السب والقصف والاهانة وجرائم الجلسات التي تقع من المحامي اثناء اداء عمله امام المحكمة او امام النيابة او امام جهات للسدلال ده قانون حد بيقول انت ليه مبعدتش كتاب للوزارة العدل ووزارة الداخلية في انه النصوص الجديدة يجب ان تطبق قانون ما فيوش كده القانون بيطبق لانه قانون مش بيطبق لانه بيحمل خطاب ولانه المحامي اصلا مفروض انه هو اصلا اللي بيدافع عن الناس وهو اصلا اللي بيقدر الناس حقوقها فهو اولى اولى في ان يدافع عن حقوق هو ان يؤكدها وان يتأكد به اه ممكن يبقى فيه تجاوز ممكن تقولك احنا ما عرفناش احنا ما شفناش لكن الاصرار على اعمال حقك القانوني في الطريق الصحيح انما اذا اردت انك تستنى لغاية محدي يطبق لك القانون طب ما تشغلش محامي قلص لانك انت ايه اللي بيشغلك محامي انت بتشغل محامي علشان تحافظ على حقوق الناس اللي ضاعت فبتجبها ضاعت ليه لانه ما بتطبقش فيها القانون بتعمل ايه بطبق القانون ده دور المحامي اشمعنى في دي اشمعنى في خضائك الشخصية في موقفك الشخصي اذا حدث تجاوز ضدك فيه التعامل على هذا الموقف والمساند بشرط انك تبدأ في الدفاع عن حوخك اولا واحنا معاك احنا معاك نقابة فرعية احنا معاك كتجامعات شبابية النهاردة التجامعات الشبابية المختلفة الحقيقة يعني موجودة قصة المحامين ما فيه تفاعد كبير جدا لما بيحصل حدثة حتى فيه حالات غلط ده فيه واحد مرة قال انا الحقوني انا فيه اسم كذا بتقبض علي وبلفق لي قضية مخدرات المحامين راحت راحت بعدين نكتشف في الآخر انه جزء خالته هو لمقبض عليه في قضية مخدرات يعني وصل يعني وصل الامر باستخدام المحامين في القضاء الخاص وفي الحسابات الخاصة وفي المشكلات الخاصة لكن احنا مهمتنا ان احنا بندفع عن المحامات لانها محامات والمحامي لانه محامي يؤدي واجبه في المحامات سواء امام المحكمة او امام النيابة او امام جهات الاستدلال المختلف انا هنتظر منكم مذكرة بالشكاوى المتعلقة بمعاملة النيابة سواء كانت في المنتزة او كانت في غير المنتزة وانا اعيدكم من احنا نجي لكم وانا اعيدكم في ان احنا نصل فيها الى نتيجة الشرطة ايضا اذا في مذكرة تقولولي فيها لقسم شرطة معين لضابط معين في سلوك كان من غير من غير ترتيب لكن علشان اقدر اجمع كل مجموعة اسئلة في مراق في ما يعني دفع واحدة من الاجابة اللي بتكلم عن ناد المحامين ناد المحامين اصبح حكاية في اسكندرية ويمكن الجيل الشاب من المحامين عنده حق عنده حق لانه ما عرفش حاجة لكن احنا عندنا مشكلة في هذا النادي بدأت لما بدأنا نسلد النادي لشركة من شركات خطاع العام اللي هي المؤولين العرب اول ما اسندنا رحنا نطلع ترخيص او راحوا وطلعوا الترخيص قالوا لا دا انتوا عليكم فلوس قديمة لازم تدفعوه الاول رحت قابلت المحافظ في ذلك الوقت كان غير الحالي كان يمكن حوالي ثلاثة او اربع محافظين تغيروا عليه وجدوا لنا المديونية وخدنا التصريح بان احنا نبني جينا ناخد الترخيص بالتجديد قالوا لا دا غفر السواحل او قوات المسلحة عايزة تراجع الرسومات الهندسية هاتوا للرسومات الهندسية ودوها القوات المسلحة قالوا لا دا انتوا تودوها الامانة العامة لوزارة الدفاع في القاهرة فتخيلوا بقى بنجيب الرسومات من هنا معتمدة من الحي علشان نوديها والمحافظة علشان نوديها الامانة العامة لوزارة الدفاع تخلصها الامانة العامة لوزارة الدفاع ترجحها لسلاح الحدود حرص الحدود علشان يبلغ الموافقة فبلغونا الموافقة اشتغلوا اشتغلنا ما قولينا اعربة اشتغلت حوالي سنة هي خنائتنا حكومة يعني منطق الحكومة في التعامل معها طيب ان احنا كل اللي الطلب دفعناه كل الالتزامات المالية غطناها لكن كانوا متكسلين اتفقنا على انهاء هذا التعاقد واحلال وزارة الانتاج الحربي او شركة الانتاج الحربي الهندسية اللي استلمت الموقع منه ايام معدودة واحنا عندنا وعد قطع منه وعد بيقول انه خلال اربع شهور هيتم تسليم المرحلة الاولى للنادي ايه المرحلة الاولى المرحلة الاولى دي تجديد النادي القديم كله حمام السباحة كله المنشآت المحيطة بحمام السباحة بالكمل دي المرحلة الاولى المرحلة التانية هي الامتداد اللي اضيف للنادي على شاطئ البحر اللي هما الف وخمسونة نتر المضافين لمساحة النادي فانا بقول لحضراتكم انا بنقل الوع المتعلق بالشهور الاربعة الى ان احنا بازن الله المرحلة الاولى بعد اربع شهور اذا كان لنا عمر او كان لنا حضور سواء كنا في اي موقع من المواقع كمحامين ربنا احيانا الله هكون معاكم علشان نتقابل في نادي المحامين في جليم بعد اربع شهور من الان لو ما حصلش لو ما حصلش لا لا لو ما حصلش هنغير الشركة هنغير الشركة انا مش هناللهبني ولا انتم اللي هتبنوا احنا بنتعامل مع شركات هي بنارى انها الافضل اتأخر يوم اتأخر اسبوع اتأخر شهر في النهاية زي كل زي كل الامور اللي بتجري في الدنيا واللي زعلان من النادي دلوقتي ومستعجل عليه نسي نسي انه النادي ده ايام الاخوان المسلمين ما كانش حد يبعرف خشه وكانوا بيبيعوا فيه حاجات على الشارع وجوه قاعدين باجتماعاتهم وما حدش تكلم عن نادي المحامين ولا حد كان بيفتح بقو من اللي اللي بيتكلمه النهاردة من القيادات القديمة على نادي المحامين ومع ذلك احنا ما بنقولش هنسيب نادي المحامين ولن نتركه الا لما نسلمه لحضراتكم هنقاتل حتى لو اضطرينا نتخانم عن انتاج الحرب هننتخانم عن انتاج الحرب ما فيهاش حك سلوكات المحامين هو سلوكات المحامين الحقيقة ده باب كبير او ودي انا ارى انه ده اصعب نقطة على فكرة اصعب نقطة في الحوار وفي المسئولية احنا نجحنا في ان احنا ننقي جداول المحامين رقميا يعني احنا قدرنا نخفض الاعداد اللي كانت حيب عب عددي علينا وكانوا بيمتصوا مواردكم كمشتغلين ويشاركوكوا في حصلتكم المرحلة التانية هي التنقية الكيفية انك الرقم ده يتحول الرقم فعلي لمحامين محترمين كل المحامين بهذا الوزن اللي انا وانتو كلكو حاسين به واللي انتو مصممين عليه مش هنقبل وسط المحامين مش هنقبل وسط المحامين محامي عليه احكام او خد احكام مقلة بالشرف او تجاوز في حدود الادب واللياقة مع محامين او مع المحاميات او اخطأ متعمدا في حق المحامين او اساء لهيئة المحامين السلوك السيء في ناس في القضاء بيطلعوها لانه سلوكها بيصيب الهيئة التي ينتمون اليها بالعار احنا هنحاسب المحامين اللي يسيء لهيئة المحامين بفعل يجعل من العار ان ينسب الينا مثل هذا الفعل او هذا الفاعل لهذه الواقعة او هذه الواقعة هنحصل هنعمل ده بس ده عايز وقت عايز وقت ان يبقى كلنا شركاء فيه خلي بالكم دي مسؤولية المحامين الكبار اللي بيعلموا بولادهم بيعلموا زمنائهم صغيرين الجدد قيم قيم المحامات مش قيم قبل للتجزئة زي اي قيمة كل القيم الكبرى غير قبل للتجزئة الشرف والامانة دي كلها قيم ينفع تبقى شريف في حتة والشريف في حتة تانية ينفع تبقى امين هنا ومش امين هنا ما ينفعش المحامة كده المسؤولية فيها كده لما تبقى القيم المجتمعية فيها خلل وعدم انضباط لازم تبقى فاهمين ان احنا متأثرين بدا وفي انعكاس علينا من هذا الخلل المجتمع اللي موجود لكن احنا كمان علينا ان احنا نضبطه هنضبطه من خلال معهد المحامات هنضبطه من خلال اكاديمية المحامات هنضبطه من خلال مدونة السلوك اللي انا مصمم انها تطلع تبقى للقانون علشان تحاسب اي حد يحاول ان يتجاوز خطوط المحامات الحمراء في التعامل مع زملائه او مع الاخرين يخونا احنا ده المحامين بتعتبر انها عندما تهين بعضها البعض في غرف المحامين حتى على سبيل الدعابة بيعتبروا ده نوع من انواع الصدق والمواد هو ينفع انك تبقى احد فقط المحامين وحد يقول لك يا ابن كذا وانت تقول له يا ابن كذا ويسمعك القاسي والداني بتسمعوا الكلام ده من الاضاء مع بعض بتسمعوا الكلام ده حتى مع ضباط الشرطة مع بعض شمعنا احنا بالنجيز ده المحامي اللي يسمع منكو هذا القول في غرفة محامين يجب انها سنكروا مرة التانية التالت هنمتنع انما اذا اجازنا نحن لاستخدم الالفاظ الخارجة والحديث غير المقبول واللي يجرح الرجال والنساء على السواء لو قدرنا نطبط ده على مستوى سلوكنا ودي مسئوليتنا كمحامين كبار كمحامين اقدم كمحامين متمسكين بالسلوك القويم هنقدر نطهر واللي هيخرج عن هذا السلوك يتعملهم بذكرة ما نستحيش دي ما فيهاش خشة لانه في النهاية انت تحافظ على نفسك واحد معتاد التجاوز معتاد الإساءة معتاد الخطأ يجب انك تحسبه ويجب ان احنا نحسبه ونحسبه ونجزيه تقدبيا لان احنا كده بنضع او بنتهاوى ونفرط في قيمة المحامة انا مش عايز محامة رقمية بالعدد لا انا عايز محامة حقيقية انا عايز المناطن لما يدخل مكتب محامي يشعر بالامن لما بيسلموا توكيل يشعر بالامن لما بيسلموا مسئولية للدفاع عن نفسه وعن حريته وعن ماله يشعر بالامن لكن اذا اختل هذا الشعور ما فيش محامة ما فيش محامة انا هحكي لكم وقع قديمة كنت في مكتب بتمرر في مكتب المرحوم محمود عبداللطيف فترة التمرين وكان زمان التصوير ما كانش فيه المكنات التصوير الموجودة دي كنت عشان تصور مساند لازم يا اما تنقله يا اما تصوره بالكاميرا فيعمله لك كده ويحمده ويطلعه وينشفه وزي صور الفتغرافية القديمة علشان تقدمها في المحكمة فكانت المحامين بتعمل ايه لما بتقدم حفظة مساندات في المحكمة بتيجي قبل الجلسة بيوم او اتنين تبعت حفظة مساندات من مكتب للمكتب الاخر خصم يقول له اطلع على الحفظة علشان لما تيجي الجلسة ما تقول شان عايزة اطلع فبقى عرف بين المحامين انهم بعتوا بعض الحفظ دي فانا اقعد مع الاستاذ محمود وقات له حفظة مساندات جاي مع كاتب جلسة فتح الحفظة قدامي الكاتب سلم من الحفظة وخرج ساب المحامين خلوا وقم يعني شوفوا تعالوا نفسص لنسأله فتح الراجل الحفظة فيها اصل عقل فيها شيك فيها مذكرة فيها مساند فيها اصول مساندات انا بسيط وقع ان تم الاطلاع عنها ده الراجل اللي ده للورق لو ده بيحصل النهاردة نبقى احنا صح بس ده ممكن يحصل النهاردة اذا بهذه الحالة الاجماعية وبقى فيه حاجة غلط فيه حاجة غلط احنا بقى عايزين نوصل للمرحلة دي نوصلها ازاي مش نوصلها بقرار من النقابة ولا بقرار من النقيب ولا بخطبة وانما بالاسرار عن ان احنا نعمل ده وما نسمعش الحد انه ينزل بمستوانة عن هذا المستوى من الامانة دي الامانة اللي كلنا بنحلف عليها على فكرة الامانة لا تتجزع انما دلوقتي مديشة طارق ممكن تلاقي محامي يلاقي حفظة خصمه موجودة فيلعب في الحفظة اذا ادر يلعب في الحفظة او يسحبها او يغيرها او يسحب نوت الزميل حاضر في القضيعة شطر شطر يا دي شطارة هاي دي محاما دي مش محاما ومش شطارة في المحاما انما دي خيبة كبيرة وده تدني بسلوك المحامي ومستوى احنا هلين نحاسب المحامين على كل هذه التفصيلات بس عشان نحاسبه لازم كلنا نبقى مؤمنين باللي احنا بنعمله مش بس النقابة العامة مش بس النقابة الفرعية المحامين في كل مكان كبير وصير يبقى مقتنع بدا احنا هنحاول نعمل ده في الاكاديميين هنحاول دي قد ندف معهد المحامين لكن المدرسة الحقيقة انت وانا في مكاتبنا في المحاكم اذا لما تشوفوا محامي حاضر في جلسة او في غرفة المحامين بزي غير لائق او محامي بنفي بنفس الطريقة ونسكت نبقى احنا بنرتكب جارين لان احنا بنجيز الخطأ احنا بنجيز وبنكرسه وبنجعله له قيمة ومش عايزين حد يجي نحيتقول له وزا حد بدأ يقول له لأ عيب ما يصحش هتجد خمسمائة صوت يطلع يا اخي وانت مالك يا اخي سيبه يا اخي سيبها حرم عليك ده جاية الشاعة انا ما معاويش يجيب بدلة ما ينفعش المحامة مش هينفع تبقى كده اذا احنا فرطنا فيها كلنا لان دي مسؤوليتنا وانا مصدر ساعدتي في اللقاء ده احساسكم انتو بانه مسؤوليتكم المحامة مش مسؤولية نقيب المحامين لوحد ومش مسؤولية مجلس النقابة لوحد ومش مسؤولية النقابة الفراية لوحدها انما مسؤولية مشتركة بين كل المحامين كل واحد فيكم عليه مسؤولية فيها واحنا بنكمل معه دي تفاصيل صغيرة في السلوك مش بس محام السلم ما هو محام السلم جزء من السلوك الغير قوي جزء من السلوك المنحرف إنه يبقى فيه محامة سلم ونقبل ده ونقبل ده ونسيب المحاكم تقبله فييجي يحضر المحامي حتى بقعد في الجالسة وفيه جنائم يقول ديها الكاتب يقول له ديها لفلان أو الشويش يجيها لفلان ويجي فلان يقف بلا ضمير ويقول أنا بطلب البراءة أصلين البراءة عشان المحكمة تقول حضر المحامي ولي فيه ضمير لا عند القاضي ولا عند المحامي القاضي اللي يقبل ده ما عندوش ضمير والمحامل اللي يعمل كده ما عندوش ضمير جريمة مشتركة جريمة مشتركة بنمارسها علينا أن نقبلها علينا أن نرفضها تماما احنا لحزن ننحظ ان احنا ندخل علينا هيتم تعديل تشريعي للطبقة للدستور الدستور في المادة 55 أو 56 مش فاكر بالضبط يبلغ كل مخبوض عليه بأسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزوية ومحامية ولا يبدأ معه التحقيق إلا بحضور محامي ولا يحل المحكمة إلا بحضور محامي إذن أصبح حضور المحامي وجوبية بقى وجوبي في التحقيق وجوبي في المحكمة جنح أو جناية يعني محكمة الجنح تبقى لهذا التعديل الحضور فيها وجوبي للمحامي ده لو تعديل التشريع يتعامل تنفيذا لهذا القيد الدستوري هيبقى محكمة الجنح مستحيل حدا يتقدم من غير ما يبقى مع محامي بموكل أو منتدر ده معناه أن كلنا هنشتغل معناه أن كل المحامين هتشتغل سواء كانت على سبيل الانتداب أو على سبيل الوكالة ده يجعلنا ندخل في تنظيم الانتداب وجداول الانتداب وأن نقابة الفرعية كل نقابة فرعية معنية بأنها تعمل جدول جدول للجنايات وجدول للجنح وجدول للجنح المستأنف علشان نقدر أولا نوفر فرص الحقيقة لشغل المحامين لعمل المحامين سواء كانوا بالانتداب أو بغير الانتداب وفي نفس الوقت بنحفظ كرامة المحامي وفي ذات الوقت بنؤدي ضرر في الدفاع عن الناس صح لأن المحامي هنا مش هيبقى مضطر أن نقول أصليا البراءة واحتاجتنا السمار راف لا ده لازم يقرأ وإحنا إذا عمل كده لازم نحاسبه ولازم نسأل تقديبية لأنه كده بيضيع حق من حقوق الناس وذي قيمة اللي إحنا يجب أن لا نتخلى عنها ويجب أن نظل متمسكين بها فسلوك المحامة قضية واسعة وكبيرة جدا محتاجة عشرات اللقاءات أنا مش أقدر أنهيها في دقائق لكن في النهاية إحنا محتاجين أن يبقى فيه ورد حضرتكم المحامين الشبان دول يفضلوا بنفس الحماس بتاعهم ده ويعملوا سلسلة حول سلوك المحامة سلسلة حول سلوك المحامة وأنتو عندوكم في المحامين أعلام قيادات أنتم مش محتاجين حد من مصر عندوك قيادات كبيرة في تاريخ المحامة تجبوها وتوقف معك وتقول تجاربها وتقول دورها وتمارس وتمارس تخصي ما كانش أصلا متاح لحد لأنه إحنا كنا منشغلين ومتباعدين ومنفصلين في حدث انفصام بين الأجيال أنتم بترجعوا هذا الانفصام وبتعيد اللحمة مرة أخرى عشان يبقى فيه تواصل بين المحامة في كل أجيالها لأنه إذا انقطعت المحامة في أجيالها متسلسلة بتتعرض لمشاكل كبيرة جدا لكن كلما التحمت الأجيال المختلفة كلما ده قوى من نقابة المحامين وقوى من القيمة اللي إحنا موجودين فيها وده اللي إحنا بنشوفه الآن أنه بقت ردود الأفعال العامة تجاه المحامة مختلفة قيمة المحامة الآن انتجاه الرأي العام أيضا مختلفة النهاردة كرنية 19 بقى له قيمة بقى له قيمة لدى الجهات في الاعتراف فيك كمحامة النهاردة في كثير من الناس يقول معاهم كرنية متسلسلة هو ده محامة النهاردة لما يبقى الكرنية 14 و 15 و 12 وممسوح ومعملش يبقى في شك حكي دي بقى في شك لكن إحنا كلنا حارسين على إن إحنا نحدث هذا الرابط وهذا الترابط اللي يجعل من المحامة قيمة أنتم تتمسكون بها وأنا معكم في هذا التمسك لتتلم عن المسكن الاجتماعي أولا حجة الجواز مش حجة المسكن دي حجة حجة البليد من حضراتكم ف لكن أنا إذا كانت قضية المسكن قضية بس أنا أقول لكم على حاجة أقول لكم على خبر فاتوا خبر جاي اللي فات إن إحنا من سنة أو سنة ونص أعلننا عن عشر تلاف وحدة سكنين في مستوى الجمهورية برج العرب غير برج العرب القاهرة أسيوت سوهاك أسوان من وزارة الإسكان كاملة التشتيب بسعر ألف وثمين جنيه متر تسليم مفتاح بتتجدول وتتأسط على عشرين سنة عن طريق بنك التعمير عارفين حضراتك كل عشر تلاف وحدة اللي تم الإعلان عنها الشغلها كم واحد قد منها اتأخذ منها كم تلات تلاف وخمسمائة وحدة ورجعت ستلاف وخمسمائة رجعوا ليه لا 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 فيه إعلان لا 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 فيه إعلان أنتم بتشوفوا أنتم بتشوفوا اللي أنتم عايزينه ما شوأش معنى لما يبقى فيه إعلان بالإسهاء الحن كل الناس بتشوفه بال لا 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 تلات تلاف وخمسمائة واحد دول جن منين؟ تلات تلاف وخمسمائة اللي خادوا الوحدات شافوا الإعلام فلما يبقى فيه تلات تلاف وخمسمائة ما هو أصل الكلام ده تقول لي لو العدد أكتر من اللي كان مطروح إحنا يبقى إحنا قصرناها على عشرة وسبنا عشرين لا ده رجعت ده إحنا كنا رجعت إحنا عملنا أعلانات في غرف المحامين وعملنا أعلان في الصحافة وصرحت وزارة الإسكان وتم تداول على هذا الأمر وموقع النقابة يعني في كل هذه المناطق ومع ذلك إحنا هنعتبر أنه محدش أعلى إحنا تواصلنا مع وزارة الإسكان عشان يعيدوا تخصيص وحدات للمحامين صحيح مش بنفس أسعار العرض اللي فات لكن بنفس المميزات المتاحة الآن بسعر مدعوم أيضا تأسيط مع طريق البنك اللي هقارك أرجوكوا تتابعوا الموقع اللي هننزل عليه هذا الإعلان علشان اللي حضراتكو عايز بشكل جدي وجاد أنه ياخد واحدة يتقدم بهذا الأمر دي واحد اتنين إحنا في برج العرب بنتروح الآن حوالي 200 واحدة كل 6 هنترحع هنسلمها للي دفع بالكامل الواحدات بس من ننزل إعلان ليه لأنه تقال أنه هيستلم النهاردة والمرافق هتخش بعد شهرين أنا قلت لا مش هسلم واحدة المرافق مش وصلة ده فأنا أوعدكم أنه خلال الشهرين اللي جايين دول بإذن الله هتكون المرافق اللي بتتم إدخالها وهنسلم الواحدات لمن دفع تمن الواحدات المتاحة وهنفتح الباب لأنه في وحدات تانية لسه عليها يعني ما حدش حجازها هنفتحها للمحامين وهندي فيها الأولوية لسداد كامل التمن بالنسبة لها ده فيما تعلق بالإسكان أكتر من كده إحنا ما عندناش قدرة تانية نقدمها للمحامين عشان ما نخدعش حج عشان ما نضيفش وعود براخة إحنا أنا ما أقدرش أدخل في فكرة المباني لأن أنا مقاول فاشل أنا كنقابة مقش مقاول لكن أنا أقدر أتعامل مع شركات الأولاد أو أتعامل مع الدولة في تقديم مثل هذه الوحدات للمحامين بالسعة المدعوم إيه اللي يستفيد بكل المحامين إن شاء الله على قدم المساوعة معاملة المحامين مع الموظفين يمجي مع النيابة مع البتاعة إحنا خلاص إحنا تكلمنا فيها مع الموظفين إذا فيه شك ومحددة من موظف محدد أسائل أدب ولم يتعامل مع المحامي بغير الأدب هيتفصل فورا ما فيش فصار ما فيش فصار هتولنا مذكرة وخل الواقعة من غير اكتب واقعة محددة من غير كتابة ما حدش تكلمني وأصلي بيعمل كذا وبيعمل كذا لا هاتلي الواقعة نعم ولا بحتاج لها تجيبها النقابة أنا متواصل معك الخزن وقلت عددها أنا طبعا مش فاهم الموضوع كويس لكن أنا هتواصل مع الأسازة في النقابة الفرعية هنشوف هتواصل مع النقابة الفرعية إذا فيه إذا فيه أي طلب من النقابة العامة للمساعدتهم هنقوم بيه مفيش هم إن شاء الله كفلاء بأن يؤدوا هذا الدور ويؤدوا هذه المساعدة وأنا واصف تمام وعشان كده أنا طلبت إنه إخوانا يريت يعمله لقاء مفتوح أيضا مع مجالس النقابات الفرعية فيما تعلق ببرج العرب والعيادات والمستشفات إخوانا إحنا في النقابة إحنا في النقابة نقبل أي تعاقد مع أي مستشفى تضفوها وتروا إنها تصلح للمحامين من غير شروط أقرب مستشفى هتوق إنا أنا هعمل لك مستشفى هناك إزاي أقرب مستشفى ليك هتوا أنا أتعقد معا هتتعم المستشفى بس مين يقول إمت أقول لك بعدين بقى أقول لك بعدين أقول لك بعدين لا لا أقولتش كده خارج لا 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 نقابة المحمية مش هتبني مستشفى لا 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 ده مشروع بس لحظة بس لا 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 لحظة لحظة أنت رجل المحترم واسمع طيب اسمع طب ما تسمع ما تسمع ما نقولك ليه لأنا قلته أنا مش غيره أنا قلت من بداية لما قالوا نقاب ليه ما تبنيش مستشفى لا أتخسر لو أنا بنت مستشفى للمحمين هنا هخسر ليه هابني المستشفى بأموال المحمين شكدا؟ وهجيب الدكاترة بأموال المحمين وهجيب الأدوية بأموال المحمين وهجيب الأدوات اللازمة والتمريض واللا اموال المحامين. يجي المحامي بقى يتعالج في المستشفى. هنساهم عن المحامي من تكاليف اللي دي العاج بقى دي ايه? كم? مية في المية? طيب ويجيب الفلوس من اين? تجيب فلوس لي من اين? لا 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 انتوا بتهزروا اخنا انا اي حد يجيب لي دراسة اكتوارية. عشان ما نهزرش. انا يعني عشان ما نجدلش طويلا. انا بقولك انا مش ضد الموضوع. لو ده ممكن هاتلي دراسة اكتوارية تقول ان انا عندي امكانيات كنقابة ابني المستشفى. واصرف عليها. وعالج فيها المحامين مجانا وتفضل مستمرة. ازا جبتلي دراسة دي هقبل ونفس. لكن انا بقول لك. انا بقول لك انه ده مستحيل حدوثه. الا از انت اه قدمتلي ما يفيد عكس هذا الامر وانا مستحيل ده. لا 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 صراحة مش فتح انا مش الكلف. العلاج 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 انت قد لا انا took up and hung. طويل انت اه اولا العلاج عندنا معمول بحسابات اكتوارية يعني حسابات اكتوارية يعني انا باخد الشراق رمزي. بدي نسبة العلاج. احنا اعلى نسبة علاج موجودة في كل النقابات المانية. في كل النقابات المانية. لا في الحالات الحرجة. من خمسين الف 30 ألف 150 ألف في نقل الكبد 50 ألف في الكلة كثير من مناطق الصرف كل ده كل ده لأنه معروف أنه دخل المحامين اللي بيجيبوا المحامين هيغطي أحوالي المحامين المحامي اللي تأيد بتجده جدوى العام أنت بتصوره أو بتسمعني لا 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 اسمعني عشان أنت سؤال خمل الصورة خلاص أنا عندي أنا عندي بتقدم 20-30 ألف جدوى العام كل سنة لو أنا دخلتهم في مظلة العلاج وأنفقت عليهم اللي بنفقه على المحامين المشتغلين أبقى دخلت في مخاطرة اقتصادية أنا مش جاهز لها الآن مخاطرة اقتصادية يعني إيه؟ يعني بأصرف من حساب المحامين المشتغلين على المحامين الجدد اللي نويين يشتغلوا في المحامات أنا إيه اللي يضمنني؟ إنه 30 ألف قاعدين محامات أنا ما نضمنش لأنه عملا عملا بتسيبني عند أولا في كثير من الناس دخل النيابة بيخش النيابة جات له وظيفة بيروح الوظيفة جات له السفرية بيسافر برا عنده مشروع بيعمل المشروع وبينتهي الأمر مش كل المحامين اللي تأيدوا في الجدوى العام نويين يشتغلوا في الجدوى العام نويين يشتغلوا في المحامات لما أنا يبقى عندي ضمانة اقتصادية بس ها عندي ضمانة اقتصادية وملائة تسمح لي أن أنا خاطر وقول ماشي هاخدهم بالمخاطرة هعملها لكن حتى الآن ما عنديش إمكانية الاقتصادية لهذه المخاطرة أنا عندي عشان تبقى عارف كويس عندي هنا في العلاج أنا على العلاج والمعشات في نقابة المحامين في ثلاث سنين اللي فاتت 19 18 17 قيمة ما أنفق عليهم 950 ألف مليون جنيه 950 مليون جنيه 950 دول دي فلوس يعني دخلنا في المليار 2019 لسه ما كملتش فضل فيها شهرين الشهرين دول بنص سنة بنص سنة يعني إحنا هنعدل مليار هنعدل مليار ده معنى إيه معنى أنه اللي أنا بصرفه ده لازم بقى ضامن أنه رايح لأصحابه 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 مين أصحابه اللي جابوا أتعاب المحامة وحطوا دمغة المحامة وجابوا رسب التصديق على العود هي دي المحامين اللي بالنسبة لي أنا كنقابة تخهم على الاشتغال معنى بأننا هديهم الأولوية لو أنا ضامن أن أغطي هذه النسبة عند كل نسبة وعند فاقد هعمل الفاقد حتى الآن لم يتحقق هذا الفاقد الفاقد اللي عندي يدوبك بيغطي اللي موجود أنا نهاردة دخل على زيادة معاشات زيادة معاشات بنسبة خمسين في المائة زيادة عن الرقم آخر رقم وصلنا له كان ألفين جنيه معاشات النهاردة بقى ثلاث تلاف من يناب الجماعية المميزة اللي جاية بخمسة عشرين هيبقى ثلاث تلاف والحد الأدنى ألف جنيه طب إيه رأيكم حضراتكم فيه نقابات تسعين في المائة من النقابات الحد الأدنى بتاع المعاش بتاعنا أعلى من الحد الأقصى بتاعهم من كل النقابات المعنى معندناش نقابة معندناش نقابة متجاوزة الحد الأدنى بتاعنا إلا نقابة المهندسين واللي بتاع بألف ومتين أو ألف وثلاث تلتين لأنه لا ومواردهم أكتر إحنا مواردنا إذا ضبطناها صح وقصرناها صح هنستفيد أنا جيبت زيادة دمين أنا جيبها من أطعب المحامة ومن رصوب التصديق ومن دمغة المحامة مين اللي عمل دول مين اللي جاب لي الفلوس دي المحامين المشتغلين يبقى أنا معني أنا أصرف الفلوس المحامين المشتغلين على المحامين المشتغلين هي دي القضية أي تلاعب تاني هيبقى بضايع الفلوس ببدد على الناس ده معناه إن أنا ممكن كمان إن المبلغ ده يزيد أنا متوقع إنه تحدث الزيادات كبيرة جدا خلال المرحلة القادمة خصوصا بعد النص المتعلق بسداد أتعاب المحامة مقدمة ليه؟ وانا هدخل في الموضوع ده لأنه فيه ناس بتجدل فيه وبتحكي فيه وبتحاول بتفحص فيه مش عارف ليه مع إنه مش إحنا أول ناس بنعمل كده ده لو أنتوا شفتوا قانون الرسوم فيه رسمة نزمة بتدفعها مقدمة وفيه رسوم متعلقة بصندوق الخضاء وصندوق الأبنية بتدفع مقدمة ومحدش من المحامين قال ليه أنا بتفحها قبل ما المحكمة تحكم بإن أنا خسر الدعوة رغم إن أنا وأنا برفع الدعوة ومش خسر الدعوة أنا لسه مخفرتش الدعوة وممكن أكسبها وممكن أخسرها النهاردة يقول لك ليه أتعب المحامة حرام على يعني هي حلال على صندوق الأضاء وحرام على المحامين على صندوق المحامين صندوق المعاشات لا مش نفس الحلال انما انا ادفع للقضاء مخدما واجه عند المحامين احنا كمحامين نقول لا 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 حرام لا اللي بقول هذا الكلام مش حاسس بالمحامات ولا حاسس بالمحامين ولا حاسس بالمسؤولين ده بيضيع فلوس المحامين الله واحد يقول لك اصليه طب اللي هيخسر الدعوة اللي كسب الدعوة كي هي الضمانة لكي يحصل على اتعاب المحامات يا اخي حرام عليك يا اخي حرام عليك اولا انسان خمسين ولا خمسة السابعين ولا مية طب ايه الضمانة اللي انت بتحصل فيها وانت كاسب الدعوة الرسوم اللي انت دفعتها انت خذ الدعوة ايه الضمانة اللي انت بتعمله على رسوم النسبية وعلى صندوق الابنية وعلى صندوق الخضاء اعملوا على صندوق المحامين اشمع نحنا يعني اشمع نحنا ومع ذلك زي ما ما بتقوله ما في النهاية دي فلوس مغلاء على 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 الموكل بتاعك اللي بيدفع هذا لهذه المسؤول هو المسؤول عنه مش انت اللي بسؤول عنه لكن لانه هارا الموضوع مش مش بحث عن مصالح المحامين وانما هو موضوع لتشويه الموضوع يعني هو في النهاية لازم لازم نبوز الموضوع يعني لازم نشوه الموضوع ولازم ما بقاش في ميزة حصلت ولازم تبقى فيه ده احنا لما زودنا اتعاب المحامات من خمسة جنيه خمسين جنيه سنة الفين وثلاثة فيما واحد الناس صرخ الحرام الناس الغلابة تدفع خمسين جنيه الله يعني جات على الموحمين لما بقدموا لما يتحكم لهم بمبلغ معقول لان احنا من ناخدش حاجة اخواننا من الدولة يعني احنا احنا غير القضاء غير الموظفين في اي مكان احنا ما عندناش دعم من الدولة لموزنتنا موزنتنا هي مواردنا اللي انتو بتعملوها اللي انتو بتخطوها هي دمغة المحامات وهي اتعاب المحامات النهاردة اتعاب المحامات كانت بتروح مني بعد ما يحكم بها المحامين حتى بتطلع عليهم وبتتصالح وبتنسحت بنشر وما بتنفز وما بتنفز بيتم اداح هتعمل محاما في حساب في حساب صندوق المعاشية. بالرقم كل الوزارات النهاردة معانية بما فيها مجلس الدولة الان بدأت ضخة. وعلشان كده احنا احنا اتكلمنا على 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 زادة المعاش. كفى بقى? عشان عشان كده احنا احنا اتكلمنا على المعاش. وولنا زودنا. وزودنا حده الاخصى. وحده الادنى. وزودنا المعاشات القديمة. المعاشات القديمة زادت. من خمستاشر لخمسة وتلاتين في المية. هيظل مستمر تدفع الزيادة الدورية خمسة في المية كل سنة. دي زيادة دورية موجودة ومقررة. معاش الدفعة الوحدة موجود. كل دي مميزات. انت هتطهر بضمان اداعاتك. هتقولي هتقولي طب. اللي انتو بتقدموه او اللي انتو بتاخدوه من اللقابة رسوم التصديق للمحاميين ما بتاخدش منها. لا لا ننفعش كده. محدش قول كده. اولا ده غلط. اقر اقر القانون. القانون بيتكلم على ان دي فلوس لصالح صندوق رعاية الاجتماعية والصحية. اللي اقتسام اللي حدث حدث مخالف القانون. وحدث ايضا لدغدغة مشاعر المحاميين. الفلوس دي. اللي احنا اللي احنا بنضخاف المعاش النهاردة. افضل ولا تاخدها المحاميين اللي بتعمل العقود او مكاتب الضرائب افضل. وبعدين انا ادفع لك ليه اتعابك? انا ادفع للمحامي اتعابه ليه? اللي ادفع اتعابك المواكل اللي اداك العقد عشان تكتبينه. ده مسيبك من المحطة لو معلقش. علقه. وحاسبنا وقال انه فيه غلط وقال انه فيه مسئولية. لكن في النهاية المسؤول عن اتعابك المحلة او اتعابك الممكن لديك العقد تكيبه. انا ما ندفع لك اتعاب العقد. ده فيه مكاتب في في المحاسبين. بتشغل محامي الشبان. تصدق العود وتاخد هيه النقص بكاله. للأسف الشديد. خمسة وسبعين او تمانين في المية. من موارد الصندوق من التصديق. كانوا بتروح لازل مكاتب. كانوا يا ابني غزل ايدك مش شايفها كده. انا انا خلص انا سألت وانا اجاوه. خلاص. خمسة وسبعين في المية او تمانين في المية. من التصديقات بتروح بتروح لكام واحد. طب انتو حسيتوا يا اخوانا. في الفترة اللي كانت الناس بتاخد فيها نسبة العقود دي. حسيتوا انه في حالة انتعاش وسط المحامين. حسيتوا باي اهم في اضافة يعني حصلت. دهما اصلا بينكروا انهم اخدوا فلوس. دهما اصلا بيخبوا انهم اخدوا فلوس. دهما ما اعترفوش اصلا النقابة ديتهم هزي الفلوس. هم اعتبروها حق. وخدوه خلاص. احنا مش ضد المحامة ياخد لكن العقد. انا هيجيني هيجيني انت مش طاعة فضل فيه على فكرة. العقد هيجي للنقابة هيجي للنقابة سواء انت قدمته او او غيرك قدمه. لان انت مش بتجيب لي العقد. انت 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 بتؤدي واجبك القانون انت اخد عليه اتحابك. فما انفعش ان يجادل. في حصة بتدخل الان في صندوق المعاشات. انا اصبحت زيادة المعاشات مرتبطة بهذا المورد. اي مساس بهذا المورد مساس بالمعاش بتاعك. ومساس بالعلاج بتاعك. واحنا متحسبين في انه في زيادات قادمة باذن الله هتبقى اه في اعلى اه مرحلها. اه قضية تانية. اه انا قلت انا انا اعاد مع النقابة الفرعية. وهتناقش معها في احتياجاتها من غرف المحامين او تجهيز غرف المحامين او اي ازلال تزليل اي مشكلة تحتاج الى تدخل من القاهرة لكن اللي هيبقى موجود هنا في النقابة الفرعية هتؤديه هتؤديه قدموا الطلبات اللي لازمة لكم الاحتياجات للنقابة الفرعية اذا حست انها محتاجة لنا كنقابة عامة في الدعم هنقدم الدعم ده وانا اشتغل عنه طيب اخلص فيه سؤال تاني عزا جواب عليها متعلق بالقيمة المضافة اه لا لانه اصلا انا اغلب هذه الحالات ما كانتش جدا في تعامل مع نقابة المحامين يعني اللي قاعد اشتغل برا عشرين سنة وجيه خدق عادة قيد واييته ياخد علاج من اول سنة وهو جالي من كويت او جالي من السعودية حرام عليك يا اخي انما انا بتعامل مع الحالات الحارجة انا بتعامل مع الحالات الحارجة وما تخلناش عن حد عنده حالة حارجة طرقت عليها واحنا ما تدخلناش الحال سواء كان مشترك في العلاج او مش مشترك في العلاج لكن لو عمنت القاعدة هتضيع قيمة اللي انت كل اللي انت بتعمله من قيمة انت بتضبط جداولك ليه علشان تقصر خدماتك على المشتغلين انت كده اللي جاء لك بعد انقطاع وانتخل وعاد وصح اوضاعه ده اعتبره ضيف جديد لسه ما تأكدش استمراره ولسه ما اضافش ولا مليم غير الشراكة اللي دفعه تديله في اول يوم في اول ساعة في اول سنة خمسين الف جنيه وتدي لكل واحد من ابنائه خمستاشر الف جنيه وتدي زفته وتدي والده ليه ايه القيمة اللي احنا حريصين عليها الى هذا الحد هلا احنا عندنا فوائد تسمح لنا بداه لو انا عندي فقط عامله لكن اقسم لك انه لا يوجد هذا الفوائد وانه اللي موجود لديه الان لا يكفي الا المحامين المشتغلين انا نقيب المحامين المشتغلين وما عنديش وظيفة تانية مش هوزع فلوس المحامين على غير المشتغلين مهما كانت الحجاج ومهما كانت الاسلام قيمة واحد بيتكلم على لا يا محمد لو سمع في حد بيتكلم على القيمة المضافة قال النقيب ده سلمنا للدرايب وازاي يسيب القانون للطبق وازاي احنا كده نضيع في ده هو انا اللي عملت القانون هو انا مسؤول كنقيب ان انا امنع صدور قوانين مين قال كده طب ايش معنى قانون قيمة المضافة طب قانون ضرابة العامة نفسه ما بتسألنش عني ليه ما بتقول ليش انت مسؤول عنه ليه طب قانون التجنيد اللي بيجند في المحامين ما بتسألنش عنه ليه اي قانون تسألني انا عنه كنقيب انا مسؤول عن قانون القيمة المضافة بالقطع هذا كلام ده بقى الازى الانتخابي يعني التعقب الانتخابي اتنين سلمنا للدرايب سلمنا مين يعني سلمنا للدرايب ده احنا في نقابة المحامين وانا مش عايزي كلام ده يتسجل ولا يتقال ده احنا عطلنا قانون القيمة المضافة احنا عطلنا صدور القانون القيمة نفاذه 8 شهور لما صدر اعدنا 8 شهور نتخانق على اللايحة التنفيذية وما بدأش كلام حوالين مخضط المحامين الى بعد 8 شهور دون انعام باقي الفئات وعد كده لما جينا ننفذ القانون بيقول اذا انت ما قدمتش اقرار شهري هتتحبس اذا انت ما سجلتش هتتحبس اذا انت ما سددتش هتتحبس دول 3 حالات حبس ولا محامي حتى الان ما سجلش او ما اخترش التهم بتهرب من ضريبة القيمة المضافة ليه؟ لان احنا عملنا بروتوكول بروتوكول ده اللي احنا عملناه مخالف القانون مخالف القانون ليه؟ القانون بتكلم على 10% من اجمال الدخل مش كده؟ 10% دي تقدرية يا اما سبتة في عقد تحاقد انت عامله فبتاخده بشيك من الشركة او من الهيئة فتتحسب على 10% يا اما بتتفق انت بينك وبين الموكل طب انت ان ضرائب هتحاجه حاسبك هو انت اتعابك العشرين جنيه لما عوض حنان القيمة المضافة قلنا عشرين واربعين وستين مش كده؟ قطعية قطعية يعني هي عن النهائية؟ معناها ايه؟ معناها ان اتعابك اللي انت دفعت عليها 40 جنيه ربعمل جنيه يبقى انت بات احنا بنهزر بقى ده احنا عملنا للمحامين اللي ما تعملش اي فئة اخرى جاينا هنت تتكلم عن ان نقاب المحامين سلمت المحامين الله وانا منعتك من انك تروح تسجل روح سجل منعتك انك تروح تقرر روح تار منعتك من انك تطبق البروتوكول انه الزمتك انك تطبق البروتوكول لما طبقوش وقول انا هتحسب لوحدي وبدراعي ووريني شلالتك انا بقدم لك حددنت لك حالات اولا انت السيط دفعت القانون ضدك فاخرته لغاية 8 شهور اتنين حدتلك ضوابط منعت خضوعك للتقدير الجزافي للعشر في المية تلاتة انا منعت عنك الحبس بالبروتوكول اربعة انا طعن قدام المحكمة دستورية والطعن في المفوضين واذا اتحكم بعدم الدستورية خلصنا ما اتحكمش بعدم الدستورية قدينا خففنا الامر شوي لكن في النهاية نقابة المحاميين هي اللي جابت تقييم المضافة ده كلام برا يعني برا المنطق وايضا كنوع من انواع التضليل والعبس يعني واحد يكلمنا نهاردة نشر في الفيس قالك ده الميزانية فيها تبديد من العام ليه عام تبديد من العام؟ قال انت جايب مكتوب انك شارك مقطورة في المعادي بثمانمية وخمسين الف جنيه ومقطورة في سبعتاشر في تمنتاشر سنة الفين وثمانتاشر بثمين مليون وثلثمية وخمسين مقطورة طب تهانصر بقى لا لا احنا احنا شاريين حاجة اسمها برطوم ده برطوم مساحته حوالي الف متر شارينا بثمانمية وخمسين الف جنيه حطناه دي اضافنا لمساحة النادي الف متر زيها كأنها ارض بالضبط ادي واحد اتنين قررنا نستغل جزء من النادي استثمارين فاشترينا مركب بقال بمليون وستمائة الف علشان واعلننا عن استغلالها كمطعم سياحي جلنا عرض ابننا منها عرض باستئجارها لمدة تسع سنين بمليون ونص سنويا قبل الزيادة عشرة في المية كل سنة دي بقى انا جبت المركب دي كم مرة انت جاي راح جامع جامع التمتمية وخمسين على المليون وستمية قال لك مئة اتنين مليون وثلتمية وثلتمية وخمسين راح جامعها تاني فقال لك اشتري مركب ثلاثة مليون لا مش هلاش مركب ثلاثة مليون اتنين قال لك مبنى نقابة المحامين انت دافع فيه سلاثة وستي مليون جنيه او سبع او سبعين مليون جنيه ده اسراف للمانا يا عمي في اللحظة اولا انا مش ببنى عمارة يعني انا مش ببنى عمارة سكنية انا ببني مبنى نقابة المحامين على مسطح حوالي الفين وشوية متر اتنين المبنى ده في اعماق تحت الارض احنا بنين دورين تحت الارض نتيجة المترو والمبنى نقابة الصحفين القديم اللي معانا بقى المية بقت محتجزة تحت مبنى نقابة المحامين فتم دخول الاعماق وشفط المية وسنادة المحيط بقواعد مسلحة بادوات هندسية خرافية تسوي نصف القيمة اللي احنا دفعناها علشان نقدر نبني المبنى علشان المبنى القديم يقف وعشان نحافظ على اللي حوالينا وعشان نحافظ على نفس المبنى نمرى ثلاثة بقى انت بتتكلم كتير ولا قليل وانا جبت الشركة خاصة تبني ده اللي بيبني شركة الانتاج الحربي لقوات المسلحة انا انا مش مستفيد من الزيادة اللي خددتها لقوات المسلحة وما فيش حد يقدر يستفيد مع مع هؤلاء في حاجة اذا انت بتكلم فيه ان ده نوع من انواع الفساد او نوع من انواع الانحراف ده الكلام ده لو انا جايب مقاول قطاع خاص لو انا جايب واحد وعملت مراقصة شكلية رستها على الالف ولا على به لكن احنا والحمد لله بطلنا فكرة كل القطاع الخاص في المقاولات هنسند لقطاع عام كله هنسند للدولة كلها هنسند لقوات المسلحة بس علشان نمنع القيل والخال وعشان احمل محامين واحمي عضاء مجلس نقابة المحامين من ان واحد يقعد يحكي ويقول اصل ده فلان يعرف فلانا والعلان يعرف علان ونخش في متاهات وفي نفس الوقت الامر يبقى واضح ممكن اغلى شوية اقل شوية ده هو ده اللي نتحد فيه لكن انا هاعرض على حضراتك انا طلقت من المزارة الانتاج الحربي انها توافيني بتفاصيل تكاليف مبنى نقابة المحامين اللي صرف تحت الارض كام واللي صرف فوق الارض كام اللي صرف فوق الارض حوالي 20% من قيمة التكاليف اللي تحت الارض هو التكاليف الحقيقي لانه من غيرها مش هنقدر نقيم المبنى مش هنقدر نقيم نمرت ثلاثة بقى سبعين في المئة من المبنى ده هيستغل الاستغلال تجاري احنا طرحينه للاستغلال تجاري عشان نجيب عواقق 30% تقريبا اللي هتبقى هنستغلها لخدمات المحامين اللي موجودة انما الباقة هيبقى استغلال تجاري عشان تجيب عاقق تخش صندوق المعاشات عشان لما نفكر نزود تاني في المعاشات ننائي نقدر هنزود القيمة المتاح اذا احنا مش مش لا مش في ده مش في ده الفندوق ده في الميني في الميني اه انتو اصليكو كتير على فكرة بس في اصيلة تاني بس في اصيلة تاني المعاشات ايه بالنسبة للمعاشات رئيس اه اه الدليل اللي يشتغل عن سنوات وعمر كافة طبعا انا مجدد ايه طبعا صح صح لا لا صح اكنا مكفحة بس خلي بقى انت من امتى بتقدم الدليل الاشتغال من 2013 من 2013 انت بش ملزم تقدم حاجة من 2013 انت بش ملزم تقدم حاجة اللي قبل كده القانون بيقول لازم تقدم الدليل عليه لانه في النهاية انا قدر افرق بين ده وده بايه غير الاشتغال يعني في النهاية توفاه الله طب انا عندي حالة هنا اعرض عليكم بس برا مش عايز اقول اسماء محامي في مكان كبير والمحامين قدموا طلب انه اتحال على المعاش وازاي ده دفع بس هو كان دفع 15 ومدفع 16 لكن كل يوم في المحكمة معايا البيان ده واخ الزوال لمدة 25 سنة سابق على على 2015 25 سنة يعني 25 سنة بتتقدم فيها كل حاجة وجي اهدفع اشتراك في 2016 او 2015 وانقطع ادي له معاش ادي له معاش ازاي انا من نفس المعيار هيقولك انا اجيب منين انا لو طبقت معايار اجيب منين هو من حق او انا اجيب منين لكن ده مش قانون انا ده قانون المحامات مش قرار من عندي اللي من 13 لغاية النهاردة اللي قدم ادلة اشتغاله خلص الموضوع بالنسبة له معاش عنده معاش ملزم ان يقدم للمحامين اه اه او يقدم لنقابة المحامين ده اللي اشتغال لكن سنين اشتغال الحقيقية الفعلية لازم يتقدم على هذا الاشتغال احنا احنا تسهلنا بقى اذا ما فيش اه توكيلات هيجيب اجندة المكتب ما فيش اجندة المكتب بيجيب المحاسبة الضربية بتاعته ما فيش لا اجندة ولا مكتب ولا محاسبة ولا توكيل يبقى اديله ازاي اديله ازاي انا احنا اهو بنقدم كل التسهيلات بس التسهيلات اللي ما اتخرجنيش عن ان انا اجيب المحام المشتغل وديله حقه لانه هو فيه كثير على فكرة خلوا بالكم يعني لو انتم بتكلموا مثلا ده انا هارضا بتكلمون عن معاش ملزمين معاشات الناس اللي اخدوا الزوال اللي اخدوا زوال اللي اخدوا زوال لانهم مستددوش من 16 بيتكلمون هارضا بديهم معاش لو بديهم معاش من غير ما يقدم ده اللي تشتغال عن اللي فات تبقى انا يبقى انا بيهزر كنت بيهزر مع المحامين وكنت بتعب المحامين اللي جاي خلاص اللي انت بتقدم عليه النهارضا خلاص خلاص انت قدمت ودليل اشتغالك مش محتاجة دليل عليه اللي جاي اللي من 13 مش من النهارضا من سنة 13 وطالع محامي مش ملزم انه يقدم عليه دليل اشتغال لانه تم المراجعة فيه وخلصنا ان احنا 10 عشر بس لا مش فيهش حاجة كده فيه حاجة اسمها معاش اختياري وده قانون وفيه حاجة اسمها المعاش الاجباري المعاش الاجباري ده حالة الوفاة والعجز الكل في اي وقت ده ما يعرفش التوقيت من اول يوم في السنة من اصولته تتمتع بالمعاش انما الاختياري لا ما ينفعش انت تجي في الوقت اللي انت عايزه في نص السنة في اول السنة لا في معادي في اكتوبر طول شهر اكتوبر تقدم اشتغالك يبقى نبدأنا حملك بمعاشك اللي موجود من شهر اكتوبر قبل كده لا اختياريا لا انما توفى محامي في اي وقت مستحق المعاش انا ما عنديش في القانون المحام ما يعالج الاعارة دي انا ما عنديش دي انا بقولك انا مش بجاوبك انا مش بناقش حاجة حالتك انا بقولك القانون عندي ما يعرفش الحالة دي خالص اللي اشتغل برة عار برة وكسب برة وخد من برة فلوس ومدفعش النقابة هو اللي من ليه هو حر هو كسب غنمه بغرمه انما يحض من هناك ويجي يشارك المحامين المشتغلين هنا كمان لانه عير انا ماليش دعم لعارة عايز تقطع لعارة وتيجي تشتغل وتكمل بتبقى لقانون لك حق انك تكمل واحسب لك على معادة سنوات لتشتغال اللي انت اتشتغلتها لا 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 ما فيش حاجة عملية انا ما عنديش اعارة انت بتكلف ايه انا ما عنديش اعارة انا في لقابة المحامين ما فيش في القانون اسمعò حاجة اسمعها عارة اقول لي انا ماعارة انا ما عنديش خلاص 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 يا باسر خلاص Cuid تعليم نromagnab احنا قلنا احنا في لجنة شغالة لدراسة الموضوع خلاص هننافس القانون فيما يتعلق بالسانيون العام هننفس القانون أنا أطمنوا كل أولادنا بهذا الشباب هذا الشكل ما فيش فيها فيصال وما فيش الاتفاق هنعلن معاك قريبا أنا شاقدر أعلن الواكي لكن هنعلن قريبا إن شاء الله سؤال ليه ما فيش ندوات من البطار في شروع المحمد راجل حرام عليك دحنا دحنا أنا بقول لحضراتك خلاص خلاص رايح تنقل أنا بقول لك أهو أعملوا الدورات التي تعزينها والنقدات التي تعزينها والنقابة الفرعية موافقة أنا بتكلم باسم النقابة الفرعية والنقابتين أنا بقول لك لتنين موافقين أنو كنت تعملوا كل النقدات التي تعزينها حضراتكم أنا ساعدت بهذا الحوار وبهذا التواصل وإن شاء الله لازم يكون لي لقاء آخر نضيف فيه أو نجاوب فيه على كل الأسئلة اللي ما تبكنها كل سنة وحضراتكم الطيبين وأشهركم جميعاً على الحضور السلام عليكم